السلام عليكم اخباركم ايه يا رب دايما بخير وسعادة وراحة دان هنعمل النهاردة الغريبة اللي احنا كلنا بنتفج عليها عايزين هتكون مسكرة عايزين هتكون دايبة كده في احنا بنا كلها في نفس الوقت ما تشجكش معنا كده في الفرن ما تسحش كمان وتزيد كده وتبز مننا المجادير هتكون مزبوطة ترجيتها كمان سهلة علينا وان شاء الله هتعملوها لو اول مرة هتنجح معكم تابعوا الفيديو الاخر وصلاة الرسول عليها فضل السلام وشوفوا معي المجادير هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف اعملو زيها بالزبط لو بتخفوا بتعملوها ادخلوا جلبوكم جامد وان شاء الله هتنجح معكم تطلع دايبة معاكم دوابان كده مش مشجاجة مش فرشة منكم في الصينية كل ده تفاصيل بسيطة هتلاقوها في الفيديو صلاة الرسول ودوسوا لعيك للفيديو واشتركوا لقناتي لو لسه اول مرة تشوفوني اول حاجة السمنة معايا ايضا نص كلا من السمنة نص Mediterranean الليسة لتجأة من التلاجي دلوقتي يعني يكون السمنة برد بس لو دغطت عليها بسبوعي كده تكون سهلا معايا ما والمشافات لسهلة معايا ومعايا 300 جرام من السكر البودرة كان سكر عادي وطحنته عندي في المطحنة 300 جرام بتخلي السكر بتاعها مزبوط لعيك للضائف هنضيف عليه زر بسطا من الملح يبقى كل من الدقائق نص كلا من السمنة 300 جرام من السكر البودرة مجادرها سهل لا فيش اسهل ولا ابسط من كده. في العجان او في مضرب البيض اللي اتنين نتيجتهم واحدة. هننزل بالسمنة بتاعتي. شايفين السمنة عاملة ازاي? صغعة بس في نفس الوقت. سهلة كده. العجان هضربها معي وهي سهلة. ما تكونش المحجرة كده. بتغلبني في الضرب. ناغط كل الكمية. انا وزنا طبعا السمنة. وبعدين دخلتها التلاجة. والدجيج نخلته نخلة كويسة. وهننخله كمان معكم. عشان خاطر كل ما ننخله كويس. كل ما نتيجة الحاجة اللي بنعملها في العيد او نواعم العيد تطلع معنا كويسة. ننخل كمان السكر البودر برضو. شان ما يكونش في اي تكتلات كده. ويدوب معنا وينطحن معنا او يندرب معنا في المضرب حلو. كل الكمية بحل. ده تلتميج رم من السكر. هتطلع معكم الغريبة طعمها مزبوط. كل نواعم العيد عملتها بسكر حبيبات عادي بس اطحنته عندي في البيت. بيديني نتيجة كويسة وبديديني تسكرة حلوة. نشغل المضرب على قهد سرعة لحد ما يختلط السمنة مع السكر وبعدين نبدأ نعل السرعة. ينفع بمضرب البيت عادي الخطوة دي زي ما قلت لكم. نعل السرعة لحد ما يختلط الدجيج. آآ سوري معلشي. لحد ما يختلط السمنة مع السكر. نزلت بنص معلقة صغيرة من الفانيليا. انا حبيت بس ناديها ريحة كده. ما تخفوش الفانيليا مش هتعمل لها اي حاجة. ولا هتفرش معايا ولا هحصل لها اي حاجة. نعل السرعة لحد ما نعمل تعمل فوم كده حلو. لحد ما تكون زي الكريم شانتي. وننزل كل اللي في الجناب نعمل خطوة دي كزا مرة. لحد ما كل السكر والسمنة يختلطوا ببعد. شايفين? كان فيه سمنة في الحوافة هي اتما اختلطتش حلوة. فكل دي جيكتين كده ندرأ ان نوجه في الضرب ونجلب شوية كده في السمنة والسكر. وبعدين نعل السرعة لحد لما يختلطوا مع بعض وعملوا لي كريمة كده هشة كده وحلوة والحجم الضاعف وكمان القوام يكون تجيلي. هتاخد معاكم مسلا حوالي سبع دجايج او تمن دجايج ضرب. نغير بقى السلاح بتاع الضرب ده. شايفين الكريمة عملت ازاي معي? او السمنة والسكر. تحولوا معي لكريمة. وده اساسي عشان تطلع معاكم الغريبة هشة كده من جوة مفرغة تحسوا ان انت بتاكلوا حاجة عليها محطوطة عليها او محطوطة علي اي حاجة بس هي مش محطوطة علي اي حاجة. بس تحسوا ان هي خفيفة كده انت بتاكلوها. ننخل بقى الدجايج ده كده من الدجيج. الدجيج ده معدد الاستخدامات. تقدروا تعملوا باي انواع بسكوتات وحلويات. ما بس دجيج الغلة لها العلامة الاولى قلت لكم ينفع في القحك وفي البسكوت. لكن في الغريبة ماشي هينفع. هتلاقوا فيه عرج كده ومطة وهتلاقوها بتمط معاكم كده وانتوا بتاكلوها مش بتكون نعمة معاكم. نزلت بالدجيج. ركبت الكف بتاع العجن. ونشغل على اهدى سرعة برضو لحد ما الدجيج يختلط مع السمنة والسكر وبعدها نعلي السرعة لحد ما لجوهم اخترط. هنا هتلاقوها فارولت كده معاكم في الاول. عملت كده زي كناها مبسوسة كده. ما تخافوش ده عشان خاطر السمنة بس لسه بردة معانا. كل ما نضرب اكتر كل ما السمنة هتدوب معانا. واحد اختلط مع الدجيج وهتتحول لعجينة. ننزل كده عالجناب الدجيج ونخليه اختلط مع السمنة والسكر. برضو نعمل الخطوة دي مرتين او تلاتة. وبعدها نعل السرعة. بحيس ان هي تتعجن معايا عدنا مزبوطة. شايفين عادينا عامنا ازاي? قومها نعمل ازاي? لسه كمان عايز اضرب كمان. نمسك حتى كده نكورها ونضغط عليها بصبعنا. لو ما شججتش معايا تكون مزبوطة وتمام. هنا بدأت تشجج حاجة بسيطة. يعني عايز اضرب كمان دجيجة. ما شايفين? عايز اضرب كمان دجيجة. هنضربها بس كمان دجيجة واحدة. هتنعم معايا اكتر من كده وتكون مزبوطة معايا وتمام. صالوا على الرسول واسكور الله. هجيدكم كده ان شاء الله هتكون فيها بركة وتطلع من غير ولا غلطة. هنشغل العجان كمان دجيجة واحدة بس. بحيس ان هي تنعم معايا اكتر. وممكن طبعا لو انت عندكم مضرب البدو استخدمتوه. في الخطوة دي تستخدموا ايديكم. بعد ما تضفوا الدجيجة على السمنة والسكر. تستخدموا ايديكم وتنعموها كده لك انكم بتبسوا الكحك. هتنعم معاكم بنفس الطريق. هنا بجا نعمت معايا اخدت حتة جربتها. حاولت نضغط عليها كل مرة كده نضغط عليها. ما تطلعش تشججات ولا اي حاجة. نعمة وطرية بصهم. وكلها حنية. هي دي بجا. كده خلاص جهزت وبجت تمام معايا. لو حابين تعملوها بالكيس الحلواني في الخطوة دي تنفع على طول تشتغل بيها في الكيس الحلواني. اللي عادينا بتكون طريقة فهتشكل معاكم بالكيس الحلواني عادي في منتهى السهولة. لكن انا طبعا هنعملها بايدية عشان لو في حد ما عندوش كيس حلواني فهندخلها التلاجة ترتاح شوية. يعني مسلا من ربع ساعة لنص ساعة. تتمسك بس شوية عشان جهزت نعرف نشكلها ايدي. حين بجا كدت خلاص جاعدت حوالي آآ نوجل مسها تلت ساعة في التلاجة على بل ما عمدت غسلت السجان ومسحتهم كويس. وطلعتهم على طول. لجتها تمسكت معايا بجت تمام هنعرف نكورها بايدية بمنتهى السهولة. حجم الكورة على قد ما انتم عايزين حجم الغريبة معكم. عايزينها كبيرة عايزينها صغيرة على قد يعني قطمة واحدة كده زي ما تحبوا. بس انا عموما بنحب نخليها صغيرة. يعني اللي بياخد واحدة ممكن ينفع ياكلها على مرة واحدة. لو مش بتعرفوا تعملوها بجا وتتحكموا في ايديكم وانكم تعملوا الكور جد بعضها بحالها ممكن تجيبوا المعالجة المعارية اللي هي الصغيرة ديت. انا جيبتها طبعا لدي نص المعالجة. هتطلع للكور صغير. وهتخلي للكور بحالها جد بعضها. ولو بتعرفوا تخلوا ايديكم ميزان والكور بحالها جد بعضها اعملوا بايدكم عادي. يعني بالصم شكلوا بجا براحتكم فيها. حابين تعملوا نصها شوكولاتة. هتاخدوا نصها وتضفوا عليها معلجتين من الكاكاو. مع معلجة كبيرة من السمنة. وتضربوها ضربة حلوة كده في العجان تاني او بايدكم. وتعملوا نصها شوكولاتة ونصها بيضة عادية. حين بدأت تنكور كل الكور زي بعضة. عملت شوية بايدية وشوية بالمعلجة. خلصتها كلها تشكيل. خلوا بينها مساحة بس كده عشان خاطر تاخد لون موح. التزيين بجايات دخلوها سادة زي ما هي كده الفرن. يتشكلوها بآآ بمسلا باي شكل عندكم مسلا بالشوكة بالسكينة تعملوا اي شكل بايدكم بس بصباحكم كده في النص. انا هنا بصراحة جبتي فرماسيل اللي هو بيكون بتاع الغريبة اللي بيدخل الفرن عادي. وكرياز احمر واخضر. جطعته كده الانصاص. وكل نص جطعته اربعة. يعني عملتوا قطع صغيرة كده. وشكلت بهم. تقدر تشكلوا برضو بمكسرات. اي تشكيل او تزيين ده براحتكم. وتقدروا تدخلوها سادة ما فيش اي مشكلة. لو مش متوفر يعني كل ده. مجرد بس ما تحطوا واحدة كده في النصف تضغطوا ضغطة بسيطة. كده كده هي بتفرش في الفرن حاجة بسيطة خالص لا تزكر. يعني هتشوفها معايد الوقت تطلع من الفرن. هتقولوا ان هي مدخلتش الفرن اصلا. زي ما دخلت زي ما طلعت نفس الشكل بس واخد لون بسيط. يعني افويت فتح خالص بسيط خالص. يعني زي ما هو. خلصناها كده. ندخلها الفرن على طول. انا ولعت الفرن جاب لها بخمس دجاج كده على حرارة عالية. وبعدين هددت الفرن لدرجة حرارة مية وستين. اهد درجة. عشان خاطر ما تاخدش معي لون. انا مش عايزها تاخد لون. انا عايزها تكون بس مجرد حمار بسيط خالص مش باين تحت. كل صاج بياخد معي عشر دجاج لاتناشر دجاجة في الفرن. مش اكتر من كده. ويكون جاهز معي. السجان بنخليها زي ما هي. ما بنفضهاش من السجان ولا بنجامتها. زي ما هي. لمدة بجع نصر ساعة ساعة براحتها لما تبرد. هنا كان معي كل الكمية ما شاء الله. الكرة طلع معي كمية محترمة. شايفين لون هعمل ازاي من تحت واخد لون بسيط خلص من تحت كده. واحد شوفوا نعمتها دلوقت. ما شاء الله ما شاء الله. طلع ما فيش فيها ولا غلطة. ولا مشججة في الفرن. ولا سيحة مني. ولا اي حاجة. كمان الفرن لازم ان يكون مش مكفول لحد الاخر. يعني عند باب الفرن كده تحطوا اي حاجة في الفرن. مسلا اه ايد كبشة كده معلاجة مسلا بحيس ان صهد الفرن كله ما يكونش مضغوط على الصاج من جوه. الصهد يكون طالع منه شوي. يعني الفرن ما اتجفلش على اخره. لو الفرن اتجفل على اخره. هتلاقوا الغريبة بتاعتكم ترشاجة كده بسيط. فخلو الفرن مواري بحاجة بسيطة كده من فوق. خلاص كده? تاخد معاكم عشر دجاج اتنشر دجاجة وطلعوها وهتكون تمام. بعد ما تبرد تماما مش هتلاقواها بتعلم في ايديكم وبتطلع كمان بمنتهى السهولة من الصينية. اه تحفظوها ازاي? في علبة محكمة الغلق. هترسوها بين كل راسة والتانية كيس. تفضل معاكم ان شاء الله لاخر واحدة زي ما هي. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو. بلايك بجأة للفيديو واشتراك لقناتي. وشوفكم على خير في فيديو تاني وان شاء الله تطلع معاكم مزبوطة. وكل سنة وانتو طيبين. مع السلام.